أستاذ محمد نرجع مرة تانية لعيد العلم وهل أنت حريص على أنه يبقى فيه يعني لو احتفالية أو لو محد التاريخ معين للاحتفال بعيد العلم ولكن على مدار السنة كلها هل بيبقى فيه أي تجديد؟ هل بيبقى فيه أي اهتمام مرة تانية؟ تسكير حتى بأهمية العلم وبعيد العلم؟ والله أنا فوجات يعني هو المفروض أنه يكون فيه مؤتمرات خاصة بالمختلعين ورعايتهم وعلماء الغد وكثير من الحاجات دي يحنا على طول بيبقى عندنا إنفوتيك واحد اثنين وثلاثة كل عام بالإضافة للمؤتمرات الدولية اللي احنا بنخرجها لكن أنا فوجات بعد احتفالية عيد العلم لهذا العام أن عدة جماعات طلبت مني أن نجي أعمل أن احنا نجي بصفة مؤسسة عيد العلم في مصر أن احنا نجي نعمل عيد العلم عندهم في الجامعة ونقرم الأسرة الداخلية لهذه الجامعة ورواد العلم في هذه الجامعة كنت مبسوط جدا لما لاقي جماعات مصر بدأت عارفة بنسميه ده تنمية فكر إبداعي الشخص أخد إلهام ففكرة فعادة فأصبحت شيء مبدع الحاجات دي بقى تتم بقى كده مش هنقلمه بس ومش هنقف عن التكريمه بس لا هنرعى الناشئ عارفة أنا بفكر في يوم إن أنا يكون ابني أم ييجي يبصي لي كده أقوله تطلع هي حبيبي يقول لي نفسي كن عالم مبدع مفكر ما يقوليه أنا عايزة مش عايزة أرفين أو أرفين ما احترامنا لجميع المجالات لا أنا عايزة يقوله أنا أكون عايزة أكون مفكر مبدع حد زيو سقل وهذا السقل لابد أن يكون كبير مقدر فيه هذا الوطن ومحترم أكيد أكيد فأنا يعني نظرتي للإطار اللي احنا بدأناه منذ عام 2010 أنا عايزه على المدى البعيد يكون عملنا حاجة للجيل اللي جاي الجيل اللي جاي ده أنا بلتمس في الخير إن شاء الله إن هو يكون أحسن من جيلنا ومن جيل الدكتور ومن جميع الأجيال لأن البلد دي العلم العلم يا جماعة العلم لا مفيش بلد هتنهض بدون علم مفيش بلد هتنهض يعني الاحتفالية كالتخليدا لدكتور مشرفة هذا العام الدكتورة سلوى قالت كلام جميل جدا والله أنا كشاب كنت يعني إيه ده لأول مرة حس بكلمة العلم قالت بصورة كده قالت يا أنتو لسه فاكرين دكتور 61 عام متوفي ولسه فاكرينه وبتخلده ذكره وبتكرموه مش كده وبس على العلم هو يمكن الدكتور مشرفة قال يعني على البلاد اللي دي لا تحترم الزرة لا تحترم العلماء طبعا ومش هتنفع أنها تنهض واحنا بنحترم العلم والزرة يعني العلم أه واحنا بنحترم العلم والعلماء ولازم البلد دي تنهض أكيد وهو ده اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه مع حددك دكتور صراح في الدقايق البسيطة اللي فضلنا أنه حانى وقت الاندماج ما بين العلماء وما بين أصحاب القرار في أي مجال أي مسؤول على كل المستويات كل الوزراء كل الحكومة مثلا بشكل عام في كل الوزراء اللي موجودين فيها إزاي ممكن نوصل الرسالة دي وإزاي نقدر نفهم يعني المسؤولين بشكل عام أنه حانى وقت الاندماج مع العلماء وأنه كل رئيس في دولة متقدمة عنده مستشارين من العلماء لا يقدروا بعدد ولا يقدروا بثمن إزاي نقدر نوصل الرسالة دي يا دكتور هو طبعا الرسالة لازم توصل لأنه مش هنقدر نحل مشاكل البلد إلا بالعلم حقيقي وعشان تتعمل صح ما ننساش أنه يا جماعة مش مسألة أن أنا أجيب صلاح ومحمد وحمد وأقول هما دول المستشارين بتعوتي واو الأخ لا أنا عايز أحل مشكلة المياه لزراعة مثلا أجيب كل من يرغب كل من عنده فكرة يقعد على الترابيزة إحنا محتاجين أن إحنا نخلي المبادرات المحلية على الترابيزة ودي محتاجة إدارة داخل الحكومة أو داخل البحث العلمي بتسوق للأبحاث بترعى المبدعين بترعى الأفكار الجديدة بدون اللجوء لمسميات أنا عندي مشروع عشان خدمة البلد لا يرتبط بإسمي يتحط بقى يناقش على مستوى أوسع وهنا إحنا يعني في أفكار كتيرة قوي ممكن تتعامل إحنا بننظر إلى مشروع قومي يلتفح عليه الجميع وياريت سيد محمد نحن نحط الهدف مش نعمل عيد علم داخل الجامعات أنا عايز يبقى سوق للأفكار سوق حد ياخد الفكرة ده برضو في الإطار الحضرتك تكفضلت به عملية الدمج إن أنا أخلي الناس الصغيرة اللي لسه حتى ما عندهمش الفكر العلمي يقولي الفكرة يقولي الفكرة وإحنا نجيب اللي أكبر منه يساعدنا في تنفيذها ويوضح له الصورة اللي هو مش شايفها أنا عايز أختم بفكرة رائعة سريعاً أنت عارفة العدسة العدسة المكبرة لو حططيها للضوء بتعمل البقرة كده والبقرة دي بتبقى شديدة الإضاءة أو شديدة القوة فممكن تحرق ولد من الولاد في القرية كل اللي عمله مسك العدسة كده وجاب لوحة خشب وبدل ما يركزها وتحرق حتة راح ممشيها ببط شديد عمل إبداعية رسم على الخشب بحرق من الشمس جميل جميل دكتور صلاح عرف أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية ألف مبروك على تكريم وأتمنى أننا دايماً نقابل حضرتك ونقابل كثير من العلماء عشان نستفيد والبلد تنهض لأنه هو ده وقت العلم وحان وقت الاستفادة من العلم الأستاذ محمد عبدالصمد الباحث المحاضر الجامعة الأوروبية في بروكسل بشكرك على اهتمامك بالعلم وبشكرك على نجاح عيد العلم اللي فات وأتمنى إن شاء الله نحن دايماً نسمع عن يعني مشاديع كتيرة جداً بتخص مصر وبتخص أكيد العلماء شاهدين نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا